موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان الشرق الأوسط بمر في ظروف صعبة جدا ولسيما الأراضي المقدسة أقصد إسرائيل فلسطين وقطاع غزة بتمر في أوقات عصيبة جدا منشوف في صواريخ وطيران بتنهال على غزة وعلى منطقة حماس وفي نفس الوقت منشوف صواريخ من غزة من حماس بتنهال على البلدان الإسرائيلي كمان بدون أي تفريق الناس هناك في حيرة في ارتباك وكتير ناس عايشة بخوف ومش ضامني المستقبل وكل شيء أصبح مجهول بالنسبة لإلها والأصعب أحبائي حتى في هذه الأيام منشوف بين مؤيد ومعارض منشوف كتير على صفحات الفيسبوك في ناس اللي بتهاجم إسرائيل في ناس اللي بتهاجم حماس بشراسة بضراوي وطبعا يمكن اللي ما عنده فكرة عن كل القصة صعب أن يوضح أو يعبر عن مشكلة تاريخية مشكلة مش مشكلة اليوم ولا مشكلة الأقصى في هذه الأيام أو الشيخ الجراح أو الصواريخ اللي بتنهال هذا الوضع له سنين وكل أكم سنة بيتكرر الموضوع تعاد الكرة والضغينة عم تزداد الحقد عم بزيد والكرهية عم تزداد وبتتخذ أشكال عديدة جدا في هذه الحلقة رح أتكلم عن كيف نتعامل مع الكرهية وكيف نتغلب على هذه الكرهية ولسيما تجذرت واستشرت وتفشت في الإنسان وفي الكيان كله أنا أدعوكم في هذه الحلقة أنك ما تخد جانب أو صف دائما نخليك بجانب يسوع المسيح وتعليم يسوع المسيح وأنا أؤمن أؤمن من كل قلبي أن الحل لكل المشاكل ولسيما في الشرق الأوسط هو الرب يسوع المسيح وأقول هذا ليس عن تعصبا لكن الكتاب واضح حياة المسيح الأخلاقية ومعجزاته وتعليمه هي واضحة جدا مثل وضوح الشمس إذا مشيت الناس عليها رح نعيش بسلام بتآخي بمحبة وبطمأنينة أيضا أنا أدعوكم تشاهدوا هذه الحلقة الخاصة وبصلي أن تكون سبب بركة لحياتكم سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان من السهل أن نحكم على الظروف وعلى الأحوال بمنظار يمكن تكون متحيز غير مدرك لكل الصورة الموجودة حالياً في أرض فلسطين سألوا قديماً يعني كان رئيس الدولي إسرائيل اسمه عيزر فيتسمن سألوا مين اللي على حق إسرائيل ولا الفلسطينية قال إنه اتنين على حق ولكن التعامل مع الموضوع اتنين خطأ وهذا يمكن البيت القصيد كيف منتعامل مع الوضع هو هذا اللي بسبب الأزمة والمنظور اللي منشوفه في بلادنا على كل حال أحبائي الكراهية مرض خطير جداً ومرض معدي جداً كما إنه المحبة بتلمس وبتشفي كل نواحي الحياة الكراهية أيضاً بتلمس أيضاً بتتفشى في كل نواحي الحياة فالكراهية مثل ما ذكرت هي مرض خطير وعضال مثل الكانسر بيتفشى بيستشري بيتغلغل في كل نواحي الحياة فبصير كل إشي تعبيره عن الكراهية الكراهية السم قاتل ولسيما للشخص الذي يخبئ الكراهية فتؤذي أولاً شخصياً وكل من حوله وطبعاً ينتج مرارة وهذه المرارة لها جذور يقول كتاب لألا يطلع أصل مرارة فيتنجس الجسد كله فالمرارة هي عبارة عن صخط وغضب وبركان ثائر داخلي فبيبتدي يتخزن ويتخزن إلى حالة الانفجار وإذا وصل للمرارة وانفجرت المرارة بتنجس كل الجسد الكراهية بتجعل الإنسان فعلاً يعيش في دائرة مظلمة بل يسلك في الظلمة وكل ما يراه ظلمة الكراهية تسبب العمى الروحي فمن ثمار الكراهية الغضب الصخط الضغينة الحقد العنصرية التزمت الحسد وكل هذه الخطايا هي تدمر الحياة بالكامل ويدمر مش بس نفسه حياته بيدمر كل شيء حوله وبيدمر كل الأشياء الحلوة حواليه كله بيدمر بصير عنده منظار سوادي مظلم كل اللي بيشوفه بيشوفه بشكل مظلم الكراهية هو أسلوب نمط حياة بعيشه الإنسان اللي خلاص مش عاوز يتغير بحب الشعر أعتقد أعتقد لإليا أبو ماضي وإذا غلطان بعتذر بس بتقول كن جميلاً ترى الوجود جميل فإذا إذا أنت عينك بسيطة بتشوف كل شيء بسيط إذا عينك طاهرة بتشوف كل شيء طاهر إذا عينك مستنيرة بتشوف كل شيء مستنير إذا عينك وفكرك وقلبك مليان محبة فكل معاملاتك وكل شيء حواليك بيتحول إلى المحبة فيعني هذا الشيء مهم جداً إنه ننتبه أحبائي كيف نظرتنا كيف أسلوبنا كيف نمط حياتنا فمشان هيك أحباء الكراهية أيضاً بتسبب العمى الروحي الكراهية أسلوب نمط حياة الكراهية هي لغة لغة شريرة حتى لو تسترت بكل الدين لابد في لحظة معينة تخرج الكراهية من الداخل وتعبر من خلال الكلام والسلوك أيضاً لأنه مكتوب من فضلة القلب يتكلم اللسان والقلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه الكراهية أحبائي هو قلب الشيطان بل هو روح شرير نجس يقيد ويستعبد وينجس ويلوث ويدمر ويقبح ويقبح ويشوه ويستعبد ويقود في الظلمة فهي خطية مميتة قاتلة في كل معنى الكالمة الكراهية هي خطية وخطية بشعة هي مواصفات القلب الغير متجدد بشعة فضيعة شنيعة جداً لأن هاي الخطية أحبائي ممكن تخدع القلب ممكن يخدع لكنه لا يستطيع أن يخدع الله الكراهية هي ميزة للطبيعة القديمة وحياة العبودية المقيدة بأصفاض وأغلال وقيود العبودية الكراهية هي مثل الهاوية ومكتوب عن الهاوية في كلمة طلاوة الهاوية لا تشبع وكل ما بتاعت الهاوية عاوزي أكتر وأكتر فالكراهية بتلمس كل نواحي الحياة يمكن أنت بتكفر فلان أو فلان أو بتكون ضد شخص أو شخص آخر طيب مش راح تكتفي مش راح تشبع لأنه بعد شوي راح تكفر اللي من دينك وبعد شوي راح تكفر اللي من طيفتك وبعد شوي اللي من طيفتك يعني ما فيش طريق هاوية لا تشبع لأنه الكراهية يعني فكر غير مستنير قذر بشع جدا دايما بينظر للشر وهذا هو قلب الشيطان وهذا هو روح الشرير النجس الكراهية الكراهية تقود وتسبب المرارة من غضب مختزن تقود لعدم الغفران وإلى العبودية تسيطر على الذهن فيتحول الذهن إلى حصن ويحتاج إلى هدم من خلال طبعا سلاح الروح لألا تتأذى جسديا نفسيا روحيا بل عقليا أيضا وبتحرم نفسك من السماء الكراهية بشعة جدا وأنا بصلي أن الله يعطينا هذا الإعلان تعرف حبائي دور المؤمن المسيحي في الأراضي المقدسة صعب جدا نحن مدعوون أن نكون شهادي مدعوون أن نكون ملح للأرض ونور للعالم إن فسد الملح فبماذا يملح وإن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون تعرف حبائي موقف المسيح وهذا حق أحبائنا أقوله صعب جدا كمسيحي المسلم بناديك بيقول عنك كافر مع أنه أنا أؤمن بالإله الواحد فكيف تكفرني واليهودي بيعتبرك عربي يعني أنت من درجة تانية أنت عربي أنت عربي وهي تقال من نوع الإهانة فطبعا بين السدان وبين المطرق طبعا هذا مش الكل أحباه أنا بتكلم على المتطرفين على الطرفين المشكلة عندنا التطرف الديني على الطرفين لأنه لما أنت بتروح وتتقابل مع الناس بتلاقي شعب طيب شعب جميل شعب حلو جدا خلينا أحكي لك عن الفلسطيني الفلسطيني تقلم وتقلم مش يوم ويمين لنا في الموضوع أكتر من سبعين سنة وبعدين لا تنخدع كل بيت تضرر تعالى كل بيت في فلسطين في بلدنا في الناصري في قان الجليل في الناصري في علابون في كفر برعم في البصة بلدان كتيري لك تقول عن دير يسين تعالى يافا تعالى حيفا تعالى عكا تعالى كل هاي المدن كل بيت تضرر وكل عائلة فقدت احنا مثلا امي كانت متزوجه عمرت افكر 19 سنة ولما صارت الحرب في حيفا امها اللي هي جدتي ستة واخوالي اتنين راحوا للبنان على ساس كم ساعة بيهدى الضرب ويرجعوا لبيوتهم ويرجعوا لأراضيهم وهدول مسيحية مش ملحدين ولا اي شعب اخر سكرت الحدود وما رجعوا للأبد الى اليوم مش راجعين اوكي ما شفتش اخوالي ماتوا ما شفتش ستة ماتت حتى اولاد اخوالي ما شفتم كل بيت صعب بتقول موجدين في استراليا في الغرب في الشرط في الدول العربية في الاردن في لبنان في مصر في كل محل ما في بيت تلاقيه متكامل كله مشتت فمرات انك تحكم على حد من منظار معين مش سهل اه في صراع ديني ولكن احبائي بالمحاورة وكل واحد يعرض اللي عنده بدون الكرهية وبدون التزمت الديني فاذا الفلسطيني اتأزة اوكي كل واحد اتأزة كيف ردت الفعل هذا يعني المفروض نتعامل معا احنا كمؤمنين شي كتابي بس الفلسطيني عم بيجاهد تعرفوا انه اولاد صغار عمروا خمس ست سنين سبع سنين في فلسطين بمشي بالشارع ببيع علكة ببيع اي شي حتى يطلع مصاري عم ببيع مثلا علكة وفي نفس الوقت حامل كتاب عم بيدرس وعم بيقرأ مشان هيك بفلسطين ما فيش اشي اسم امية كل الشعب متعلم ومتصقف ولكن المشكلة تبعتنا التطرف الديني والتزمت والتعصب الديني بس بالحقيقة الشعب طيب جدا احنا شعبنا احنا كبتكلم كفلسطيني يا بتحب يا بتكره انحبيت بتحب كتير وذكرهت يا ويل الانسان اللي بينكره جديين اكتر من اللازم يمكن احنا غير المصريين المصريين بتكون كل مصايب الدنيا عليه بس بيتعامل بمرح يمكن طلع فوق هذا المستوى وتطور بهذا الموضوع اكتر منه فبتلاقيه بيتعامل مع الموضوع بمرح وبيتعامل مع المشكلة بنكت عليها بدل من انه يعيش كئيب وحزين معها احنا جديين وطريقة تعاملنا النفسي كولتشر ثقافي هيك احنا شعبنا بس كله عم بحاول يصل الى اعلى المستويات عرب اسرائيل وصلوا الى مستويات عالية جدا ومع كل هذا مع كل الحرية الموجودة طبعا بيظل في التمييز العنصري دايما الاحساس انك انت يعني درجة تانية فالمظاهرات اللي حدست في اسرائيل مثلا اغلب شباب العرب كلهم ضرب رصاص في بلدنا 18 شاب قانا الجليل كلهم ضرب رصاص بالرجلين طبعا في يهود متطرفين كمان عملوا مظاهرات وحرقوا وضربوا وقتلوا بس ما شفنا اعتقالات هذا مشمولات الوضع العام اوكي لانه في نقطة مهمة كمان في يهود مؤمنين في البلاد في اسرائيل وعدادهم كبير بس في يهود علمانيين كمان ومن هؤلاء ومن هؤلاء اليهود العلمانيين عم فعلا بقوم الحكومة اكتر احنا ما شفناش مظاهرات فلسطينية تطلع ضد حماس تقول اللي بتعملوا غلط مثلا بتلاقي مظاهرات يهودية بتطلع بشكل علني بعرضوا حياتهم لأي مقاومة بحيس انه يتظاهروا حتى انه يقوموا الحكومة انا بتكلم على يهود ضد يهود موضوع معقد فانا اللي عم بشوفه على صفحات الفيسبوك ناس نازلة بالمجموعة هاي وناس تاني بالمجموعة الاخرى ما تتحيزوا ما تاخد احنا يعني لما سأل يشوع ملاك الرب انت مع مين راحين يحتلوا ارت كنعان اريحة قالوا انت مع مين قالوا انا ملاك الرب انا شمع اي انسان الحرب هي للرب والارض هي للرب فالله مش بخاوز بخاوز مع شاب ضد شعب اخر اه في توقيت الهي وقضاء الهي على شعوب بس في توقيته انتو انا مش ديان ولا وظيفتي اكون ديان فمشان هيك احبائي الوضع عم بزداد تعقيد وعم بزداد كراهية والكراهية مرض وصم قاتل والكراهية عم تتفشى في كل مكان وهي الظهرة كيف ممكن نتغلب عليها كيف ممكن نحاربها وهذا اللي انا رايح اتكلم عنه انتظروني رح ارجع بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة 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 على الكراهية ومين ممكن يعطينا الصورة الأفضل إلا ابن البلد نفسه معنا أحبائي ضيف لبرنامج ليكن نور صديق غالي على قلبي بحبه جدا شخصية محبوبة نشيطة جدا في كل البلاد في غزة في بيت لحم الضفة رمالة وطبعا في إسرائيل معروف عند الجميع اللي هو القسيس الدكتور جاك صارة الدكتور جاك هو مدير كلية الكتاب المقدس في بيت لحم أهلا وسهلا أخوي المحبوب أخ جاك أهلا وسهلا حبيبي أسيس نزار كتير فرحان وسعيد أن أكون معاك في هذا البرنامج شكرا كتير لأستضافتك ومرحبا للجمهور ولكل إنسان عم بسمعنا في كل مكان في العالم أهلا حبيبي أخ جاك طبعا في حيرة في تساؤلات كتير وعم تصلنا كتير تساؤلات هو اللي عم بسير في البلاد شو الوضع شو أصله إذا ممكن بس تعطينا هيك حالة تشخصية للوضع الحالي في الأراضي المقدسة شكرا كتير يعني حقيقة يعني زي ما تقول أنا بحياتي ما شفت هك وضع رغم من أنه مرينا بحروب ومرنا في صعوبات وانتفاضات يعني أنا نفسي مسمى بجيلي جيل الانتفاضة الأولى لأنه عصرتها الانتفاضة الأولى اللي كانت انتفاضة الحجر اللي وقته كان حقيقة بعدها صار في تغيير على مستوى البلد كله لكن هاي الأيام اللي عم بنعيشها أيام شوي مختلفة زي ما تعرف السيسيزار يعني أنت كفيت ووفيت من الحكي والمشاركة عن وضع الشعب الفلسطيني الوضع في فلسطين وفي إسرائيل وكل التفاقم اللي حصل خاصة من حادث مش صغير يعني طبعا النكبة الفلسطينية صار لها أكتر من 72 سنة واللي زاد التين بلي أنه خلال الأيام أو خليني أسباع الماضي حاولوا مجموعة متطرفين أنه يقتنسوا ياخدوا بيوت مجموعة فلسطينية في القدس في حي الشيخ جراح زي ما تعرفين هذه كانت زي كأنه قمة النار النيران الشعلي اللي أشعلت أججت الشعلي الماضي اللي حصلت واللي لساة عم تحصل في فلسطين والعائلات اللي سكنين طبعا اعتردوا بلشوا مظاهرات سلمية بلشوا الشباب والرجال ونساء يوقفوا معاهم وقفات سلمية حقيقة يعني لكن هو وقت تعرف ممكن إشي زيه كمان يثير غضب الناس اللي حواليهم وثار غضب المستوطنين والشرطة وحصلت اشتباكات اللي حملت من هناك من الشيخ جراح للمسجد الأقصى لكل القدس وللأسف الشديد كمان انتشرت يعني نيران هاي لكل بلد عربية وحتى لكل بلد عربية ويهودية وهذا الاشي اللي أنا ما شفته في حياتي يعني اللي ما شفته الكراهية اللي عمالت تصاعد العنصرية العمالة بنادولة إلها واللي حقيقة صارت يعني موجودة حتى في بين الجيران يعني لما يكونوا جيران سكنين من نفس البيت وواحد صار كأنه يخاف من الثاني هذا اشي شوي صار صعب خصوصا للفلسطينيين السكنين في مدن إن كانت إسرائيلية أو مدن مختلطة أو مدن فلسطينية في إسرائيل وكمان في فلسطين وكمان اللي زاد الطينبل طبعا اللي الحرب اللي اندلعت في غزة من الصواريخ أو خليني والهجوم الطائرات اللي حقيقة اليوم قبل شوي كنت عم بتحدث مع أخ لقلي من غزة وواحدة من الأشخاص اللي اتضربوا يعني أخ مسيحي وأخته مسيحية وعائلات مسيحية في غزة لبيوتهم اتهدمت دير اتهدم وأمارات يعني بالعشرات نزلت وصار في لاجئين من مرة وجديدة يعني لجوء بعد لجوء بعد لجوء فإذا بتطلع على الأرض يعني الوضع صعب الوضع قاطم والوضع بيخلي القلب حقيقة يدمى ويحزن وما إلنا يعني غير نرفع عيوننا للسماء حتى نطلب رحمة الله على هذه الأرض لأن هذه الأرض محتاجة رحمة الرب محتاجة سلام عادل محتاجة حقيقة تغيير تدخل إلهي وتدخل كمان عالمي حتى يقولوا كفى للحرب وكفى للقتل يعني اللي بيصعب علينا أن نتشوف أطفال عمالة تقتل أمهات بتصير تكلة طرفة عين هيك وهني قاعدين جنبهم هذا الشي صعب جدا وإحنا هذا الإشي اللي إحنا ضده ضد العنف وضد القتل وضد الضمار الإنسان غالي على الرب مهما كانت جنسيته مهما كانت خلفيته مهما كانت ديانته الله بيحب الإنسان الله بيحب الإنسان ولدرجة زي ما قلت المسيح مات حتى الإنسان ما يهلك لكن تكون له الحياة الأبدي وهذه حقيقة هي صلاطنا صلاطنا من أجل هذه الأرض حتى يصير في تغيير روحي وتغيير عام على مستوى السلام العادل اللي بنتمنى وبنستنى أخ جاك أنا بعرف أنه أنتو مش بس يعني مش بس كلاما أنتو ككلية وكخدمة يعني إحنا لما نسمع كلية نفكر بس التدريس مع أنه الكلية أنتو نور في الأراضي المقدسة وفي الكلية طبعا مش بس بتدرسوا لهوت بتدرسوا لغات بتدرسوا سياحة وعندكو طلاب من كل من كل النوعيات عندكو مسلمين مسيحيين في الكلية وعلاقتكو كتير كتير منيحة مع السلطة عندكو علاقة كتير حلو مع السلطة الفلسطينية وكمان الكرسات اللي بتعطوها في غزة يعني أكيد هذا نور وصوت يعني مش بس تعليم برضو كمان الخدمات الاجتماعية مثل الشيبرد سوسايتي خدمة جمعية الراعي جمعية الراعي وكل اللي بتساعد مساعدات الإنسانية وخدمة المكفوفين وهو يعني خدمات كتير في الضفة حقيقة عم بتقوموا في دور جبار جدا مش كلاما لكن فعلا وهذا المثل الحلو اللي الممكن الجميع يتعلم منه مش بس يظلوا يتكلم عن المشكلة لكن شو ممكن يساعد حتى يحل المشكلة شاركنا شوي في هذا الموضوع أخ جاك يعني أنت حكيتها صحيح أخ نزار يعني أنا اليوم كنت عم بشارك في آية طبعا مع كنيستي وأنا بحكي يعني هذا الشي وحبين من كل قلبنا أنه نعيش طبعا الشكر لأله أنه بحطنا في محل زي بيت لحم وزي القدس وزي غزة اللي الوضع العام الموجود بيدفعك ما تستنى وما تكون صامت وما تسكت عن الظلم الموجود وعن الاحتياج الموجود يعني لما اليوم كله عم بحلس في غزة يعني حقيقة اليوم بالزبط إحنا أطلقنا حملة حتى نساعد ناس صاروا راجئين عايشين في مدارس في أكل في الشيء بسيطة مزبوط من إحنا يعني مجرد أنه خدمة بنا نقولهم أن الله بحبهم الله بحب الشعب الفلسطيني الله فعلا معني أنه يشوف حياة أفضل لإلهم ولمستقبلهم فرح نساعد في المستشفى رح نساعد في إجراء عمليات لناس تأزوا وهذا الشيء حقيقة كان ما أعطانا هذه النعملة مع السلطة ولا مع رئاسة ولا مع أي حدا موجود هنا إلا بسبب حقيقة إيش الله أعطانا حتى نعطي يعني مجانا أعطينا ومجانا رح نعطي لكل إنسان محتاج بغض النظر إن كان مسيحي أو إن كان مسلم لأنه إيماننا إن الله يحب الجميع في آية حقيقة في ميخة في العد القديم النبي ميخة قال آية في الصحاح السادس وعدد التمانيين يقول قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك هذا إيماننا حقيقة هذا الإشي اللي بدفعنا حتى كان من خلال تعليمنا لكل إنسان طبعا إحنا كلية كلية مسيحية كلية إنجلية بتعلم لهوت لكن مش بسيك زي ما أنت حكيت يعني إحنا بدنا نحب نوصل لكل فئات الشعب حتى نطورهم حتى نغيرهم حتى نعمل مستقبل لإلهم حتى نساعدهم يلاقوا أشغال وأعمال في وضع صعب يعني اليوم بتلحم بسبب الكورونا وبسبب الوضع اللي إحنا موجودين فيه عم تحكي عن 65% ناس عاطلة عن العمل تخيل في غزة يعني اليوم عم نحكي عن 80% ناس عاطلة عن العمل فيش أشغال فيش إشي يعملوه الفقر يعني مش مفقع يعني صارت أصعب منطقة يمكن من أصعب مناطق العالم اللي إحنا عايشين فيه فأي إشي صغير بنسوي رح يعمل فرق إن كان في حياة طفل إن كان في حياة عيلة إن كان عملنا في مشاريع صغيرة مثلا بنساعد ناس حتى يعملوها بلا مؤاخذة يعني إشي صغير بس ممكن تعطي شخص مثلا أو إمرأة ماكنة خياطة بتغير كل حيات أو ممكن تشري لشخص فرن يبلش يخبز ويبيع ويعمل إشي فهي يعني مجرد أعمال الرحمة ككنيسة إنجلية موجودين في وسط الشعب الفلسطيني لأنه هذه الدعوة الموجودة لكل إنسان مسيحي موجود في العالم حقيقة الله يحب الناس والكنيسة لازم تحب الناس أمين أخ جاك يعني قبل ما أنا عارفك أنت إنسان مجغول بمئة ألف شيء بس في الختام لو يعني أي المطلوب مننا إحنا كل اللي بشاهد هذه الحلقة يعني إذا بشكل عملك كيف فينا نساعد يعني بجانب الصلاة والدعاء للرب حتى يجيب سلامه والسلام العادل لهذه الأرض وللشعبنا أي إنسان في مقدوره حتى يساعد لو بيقدر يساعد ماديا أو لو على الأقل يحكي عن الوضع الموجود أنا أنا معاك إنه سهل جدا الواحد يأخذ جوانب يقول اليهود لازم يقتلوا المسلمين والمسلمين لازم يقتلوا اليهود والطاصي كيف بيقولوا يعني سوري بالعرب اللي عندنا منحكي الطاصي ضاي على إنه الموضوع كتير أكتر نشربك من هيك الموضوع معقد كتير أكتر من هيك لكن علينا كبشر نتطلع على البشرية على الإنسانية ونشوف الناس اللي محتاجين هذه المحبة ونوجهنهم هذه المحبة لأنه في كل مكان في ناس عطلين وفي ناس سيئين وفي ناس أشراء لكن في ناس كمان بيفتشوا على البر وعالحق هؤلاء الناس اللي من نوقف معهم بغض النظر عن خلفيتهم فنوقف مع المظلوم وأنا بفكر وقفتنا مع المظلوم من خلال الصلاة من خلال المساعدة والمساندة بيقدروا يبعثوا لألكم أنتوا مثلا خدمة نور لجميع الأمم وأنتوا طبعا يعني بشراكة معنا ونقدروا نوصل لناس المحتاجين الموجودين بين الشعب الفلسطيني أمين 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 كان معنا القصة الدكتور جاك سارا مدير كلية الكتاب المقدس في بيت لحم في فلسطين ومثل ما اسمعتوا أنه إذا أي شخص محب يساعد على فكرة فيك تفوتوا على الصفحة نور لجميع الأمم وفي خاني اللي فيك تساعد ولما تساعد من فضلك حطها لخدمة بيت لحم من فضلك ربنا يباركك أخجاك وإحنا منصلي من أجلك وقلوبنا معك ومنحبك جدا وهاي بلادنا إحنا منصلي من أجل السلام ربنا يباركك شكرا وشكرا كتير لإلك شكرا 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 أساس وسلاماتي لكل المشاهدين شكرا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا أحبائنا مشاهدينا مثل ما ذكر الدكتور جاك سارا أن الموضوع تأزم في كل الأراضي المقدسة وصلت كل البقاع يعني مش بس غزة واسرائيل حتى في المدن العربية المختلطة مثل حيفا الرملة الليد ويافا ومدن كثيرة والقرى والمدن العربية من مظاهرات ويعني صار العنف في كل مكان فعلا نحتاج رحمة ربنا ومحتاجين لمسة إلهية تعرفوا حبائي الكراهية مثل ما ذكرت هي سم سم قاتل بدمرنا من جوا وبيمرمر حياتنا وبيستعبدنا وبيقيدنا بقول الكتاب يا محبو الرب ابغضو الشر يعني ابغضو الكراهية الكراهية بتدمر شهادتنا حتى المسيحيين الكتاب بيمنع الانتقام حتى مش الانتقام الفعلي يعني تقتل الغضب الداخلي وانا كنت تسمي مسميات للشخص الآخر يعني من قال لأخيه يا أحمق مثلا عليها عقاب بالنسبة ل تعليم يسوع المسيح فبتفقدنا يعني فعلا الشهادة لأن الكتاب بيمنع الانتقام لأنه أنا عارف طبعا إحنا حزنانين مع كل الناس اللي فقدوا بس الانتقام لا يرجع الناس اللي ماتت محتاجين ندور على طرق تانية أحبائي اللي هي تلمس نواحي الحياة مثل نور الشمس هذه الأشعة اللي بتلمس كل نواحي الحياة ومن ناحية تانية الانتقام كل واحد سيواجه الله وفي عقاب لا تأخذ القانون بإيدك وتذكر يعني إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من هذا الأمر لأنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما الكراهية بتفقدنا السعادة بيصير الإنسان تعيس قلبيا ودائما في حرقة ودائما في كآبة ودائما بشوف كل الدنيا سودة الكراهية بالحقيقة بتجعلنا عبيد بدل ما إنك تتمتع بالحرية فأنت يعني بتتحول إلى يعني جسديا عقليا روحيا خلص تأزينا من كل نواحي الحياة فكرك كله بيتلوث بصير دائما فكر انتقام دائما بتحاول تلاقي شيء غلط في الآخرين كبش الفداء لأنه بيسب كذا ولأنه هكذا ولأنه هكذا والكتاب علمنا حتى أحب أعداءكم واغفروا الكراهية دائما بتقود للقتل أحبائي بكل صراحة أب شلوم ابن داود قتل أخوه آمنون قائن قتل هابيل إخوة يوسف حاول يبعوه أو حاولوا يقتلوه في في الأول مكتوب من يخفل بغضة فشفتاه كاذبتان أبغضوا الشر وأحبوا الخير عاموس إصحاح خمسي الله بده إيانا أنه نصلب الخطي ونصلب الجسد ونصلب العالم اللي بخلينا ونكره الخطي بالحقيقة الكتاب بعلمنا كونوا كارهين للشر ملتصقين بالخير الكراهية بتخرجنا عن الشركة مع الشركة والعلاقة مع الرب والتقرب إلى الرب ومع المؤمنين الكراهية بالحقيقة بتبعدنا عن السماء فلا مكان في السماء للكارهون فقط للذين يعيشون ويسلكون في المحبة من يبغد أخاه فهو قاتل نفس والكراهية كما يقول كتاب هي من أعمال الجسد ربنا بسفر الأمثال صح ست بيكره الخطايا ووحدة من الخطايا سفك الدم البريء أحبائي يسوع هو مثالنا مكتوب عنه أحببت البر وأبغط الإثم لأنه كان كامل أحبائي الكراهية عم تتفش في بلادنا المناخ الروحي صار ملوث الكنيسة محتاجين نصلي ونصوم ونطلب الرب ونقول يا رب اتدخل كما هو مكتوب فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرع أرضهم خليني أخذ مكالمة أو اتنين قبل ما أتكلم عن كيف العلاج وكيف ممكن نتغلب على الكراهية المكالمة الأولى من ابن الرب من فرنسا مش عارف إذا بيفتح أوكي أهلا وسهلا ابن الرب أنت معانا على الهواء أهلا وسهلا أخي الزر أهلا بيك حبيبي تفضل كيف يعني أنا سامعك كويس أهلا بيك شكرا سلام المسيح عليكم وعليك أيضا من لهشتك واضح أنك أنت مغربة بس أنت وين عايش أخوي أنا عايش في فرنسا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا أخي أنا حابب أقوم بمداخلة فضل نعم شكرا أنا صراحة لم أتابع الحلقة من الأول لكن فهمت الموضوع من خلال عنوان تسمعني أخي أنا سامعك أيوة فضل أخوي نعم الكرة هي صراحة هذا الموضوع مهم جدا وخاصة للعابرين أنا عابر أهلا وسهلا بك ربنا يباركك ويحميك يعني منذ منذ صغري ربنا يباركك دائما يقولون لنا لازم بتكره النصارى واليهود والمشركين والكفار يعني أمور هكذا تربينا يعني بطريقة الكراهية يعني نحن والكراهية متلازمتين والآن يعني عالم كراهية لأن غيرت ديني فأصبح يعني الكل بيعاديني وبكرهني يعني أنا يوميا أعيش يعني من استسمح لأن تطغى علي اللغة الفرنسية أنا فاهم عليك أخ أخوي ابن الرب يعني أنا أعيش الآن مشاكل كثيرة بسبب تغيير ديني يعني هم المسلمين بيكرهوا بعض يعني حتى بينهم يكرهوا بعض بإسم السنة والشيعة ويعني ويكرهون الناس أصلا دائما لأسباب دينية وعرخية وناهيك ناهيك عن الأدعية الذي يقوم في المساجد على المشركين وعلى الكفار وعلى النصارى وعلى المسيحيين وعلى اليهود وأنا من خلال عيشي في برنسانة ما لقيت عند المسيحيين أو اليهود إلا كل خير وكل معاملة حسنة وبالعكس من ذلك ما رأيت من المسلمين إلا كل مشاكل وكل معاملة سيئة وكل كراية ويعني وهم يتمنون فقط حرب وإبادة العالم وإبادة من هو غير مسلم بطريقة عامة حتى أنني فراحة أخي تبقني أنني تأثرت نفسيا كثيرا ولازلت متأثر وحتى اليوم أنا مع زوجتي عندي مشكل يعني مؤخرا حتى أن عائلة زوجتي يعني ضربوني ويعني بالضرب والشك والزرح لأن يحاولون يضغطوا عليه عشان أغير ديني من كترة كراية للإيمان المسيحي أيها يعني صراحة أنا لازلت أتألم حتى الآن لو أوريك يعني يدي عندي جروح يعني مش عارف شو بدأ أقولك يا أخوي ابن الرب يعني أنا عارف اللي بيسير معاك وحاسس معاك ومثل ما رح نشوف في العلاج للكراهية أنه صلي لأجل الذين يسئون إليك وتحبهم وغفر لهم ودايما نخليك نور وشهادة حقيقية وإحنا برضو إحنا معاك ومنصلي من أجلك إحنا مشتركينك إحنا منصلي من أجلك الرب يحميك الرب يحميك والرب يباركك وأنا بشكرك من أجل على شجاعتك بصراحة أنك اتصلت فينا ورغم أنك أنت يعني مؤمن حديث مع كل هذا بتواجه الاعتداء والضرب ومع كل هذا متمسك بإيمانك وأنت مثل للكثير من الناس أنت في محبتنا وصلواتنا حبيب ابن الرب ربنا يباركك ربنا يباركك وشكرا على المداخلي شكرا على المداخلي أنا عندي هون مش عم بيشتغل طيب أنا راح أخد مكالمة من الأخ أحمد من كندا أهلا وسهلا أخ أحمد أنت معنا على الهواء أهلا وسهلا فيك حبيبي أهلا وسهلا يا أخ أحمد أهلا بيك تفضل أنا عايز أحكي بس حكي أختمات صغيرة أنا عايز أنا كنت مسلم ويبنا فعل وانا في أنا بشكر رب من أجلك يا أخ أحمد تفضل بالمداخلي ات معنا أخ أحمد تفضل أخ أحمد أنت معنا على الهواء إذا معاي في الكونترول روم إذا ممكن أخده طيب أنا آسف يا أخ أحمد فيك ترجع تتصل أنا مش عارف الظاهر في عندي مشكلة هنا في الكيبورد فجرب تتصل بأخذ المكالم مباشرة لأذني معاي زكريا من المغرب زكريا معاي على الهواء أهلا وسهلا أخ زكريا تفضل أخ زكريا أنت معانا على الهواء سلام ونعم سلام ونعم حبيبي ربنا يباركك يا أخ زكريا ربنا يباركك حبيبي أهلا وسهلا فيك تفضل يا أخ زكريا أولا أشكرك على البرنام يكون تفكيرا من الموضوع في لالعام في الجميع ونعم في الفريق أما تخص الموضوع الحرم أول الموضوع الكراهية ونعم وإنها يعني الكراهية يعني زائف من كتاب تأكز مع الموضوع المدارس أخ زكريا الظاهر الصوت الصوت مشواصل لأخ زكريا المدارس ومشواصل يتصبق فيعلين ومكراهية 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 ومكراه المسيدي كان عند الكيبورد مش عم بشتغل أخ زكريا صوتك مش واضح يعني آسف يا أخ زكريا يعني إذا ممكن ترجع تحكي لأنه الصوت من مرة مش واضح بس أتكلم عن كيف ممكن نتغلب على الكراهية ورح أتكلم بسرعة ممكن كمان أخذ أرجع أخذ المكالمات أول شيء الكتاب المقدس بعلمنا أنه الكراهية ما إلها علاج إلا الله أنت تحاول تتغلب على الكراهية صعب جدا ممكن نظريا أمام الناس ممكن بس قلبيا من جوه إلا يضل فيه جرح عميق والجرح مش غلط الجرح بذكرنا معاملات الله ونعمة الله بس أول شيء للعلاج للكراهية لازم القلب من جوه يتغير داخليا ينبغي أن تولد ثانية كما يعلم الكتاب المقدس من فوق ولادي روحية ينبغي أن تختبر التجديد الروحي وتكون خليقة جديدة إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا شيء تاني افعل الخير في رسالة روميا إصحاح 12 من آية 17 مكتوب لا تجازوا أحدا عن شر بشر معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالم جميع الناس لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لنقمة أنا أجازي يقول الرب فإن جاع عدوك فطعمه وإن عطش فسقه لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير فإذن كل ما بتعمل الخير أنت عم تغلب الشر قابل الشر بالخير وقابل طبعا الكراهية بالمحبة نتغلب على الكراهية من خلال المحبة وعندما أقول المحبة أقول عن المحبة الكاملة المحبة الكاملة التي تطرح الخوف في رسالة يحنى الأولى الإصحاح الرابع من آية 18 مكتوب لخوف المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأن الخوف له عذاب وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا إن قال أحد في آية 20 اسمعها واضح إن قال أحد إني أحب الله وأبغد أخاه فهو كاذب لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره ولن هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضا في صحاح 3 والآية 15 كل من يبغد أخاه فهو قاتل نفس وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه فإذن المحبة أحبائي هي العلاج لكل أمراض التعصب هي الدواء وهي الشفاء فمتل ما لازم تزرع خير ازرع كمان محبة لأن علاج الكراهية هو المحبة المحبة تستر كثرة من العيوب لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا شيء آخر بدك تتغلب على الكراهية مارس الغفران فالغفران هو العلاج لأن الذي لا يغفر يدفع ثمنا ضاهضا ويخسر كل شيء لأن الكراهية تعمل أبصار وتظلم القلوب وتنجس الإنسان الغفران مش شيء سهل من السهل أنك تنتقم هذا الإنسان المتسرع المتهور أما الإنسان المتزن والمتعقل والمحب هو الذي يغفر وعندما تغفر أنت بتمنع خطايا وانتقام وشلال دم إلى سنين عديدة ثم عشان تتغلب على الكراهية امتلئ من كلمة الله كلمة الله مكتوب خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى امتلئ من كلمة الله امتلئ من الروح القدس لما بتمتلئ من الروح القدس هو مفتاح لحياتك مثل ما المحبة هي المفتاح كمان المحبة والروح القدس هي علامة التلمزة بهذا يعرف الجميع أنكم تلميذة كيف بدك تعرف أنه شخص تابع للمسيح بيشوفوكم من المحبة اللي بتمارسوها مع الآخرين ومع حتى الأعداء بقول اوه هدول جماعة مش منا هدولا جماعة المسيح هدول جماعة اللي اللي بيحبوا فيش اشي بيش في الحقد او المرارة او الكراهية سوى دم المسيح يسوع لما انت بتطلب الغفران من الخطيئة الله بيغفر كل الخطايا كل شيء في داخلك وبيعطيك بره وكل ما اقتربنا من الرب وكل ما تشبهنا بالرب يسوع منصير مثل الرب يسوع مارس القانون الدهبة يعني متل ما انت ما بدك الناس تعمل معاك هيك ما تعملش هيك فيهم ايه بكل بساطة بدون ما نعقد القوانين كده اذا انت بتحبش حدا يعمل معاك انت اعمل اعمل خير اعمل محبة حتى بدون مقابل وهذا هو قانون ذهبي مش فده ما تتوقعش انت خد الزمام المبادرة مكتوب لا تبغد أخاك يعني بل تحب قريبك كنفسك حباء الرب يحمينا من الكراهية والرب يحمينا من كل عدوان خليني اخد مكالمة من فريال اهلا وسهلا اخت فريال من بريطانيا سلام ونعمة المسيح معاك الرب يبارك حياتك سلام ونعمة الرب معاك اخي يتغلب على الكراهية صدقني ما في علاج بالعالم الانسان يستطيع ان يتغلب على الكراهية الا لمن يعرف الرب يسوع المسيح معرفة حقيقية ويشرق بنوره في قلب الانسان لان هو الرب يسوع بسمه الطهر قال انا هو نور العالم من يتبعني فلا ينشي في الظلمة لانه من يبغض اخاه يقول الكتاب المقدس من يبغض اخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يشك ولا يعلم اين ينضي لان الظلمة اعمت عينيه فالظلمة هي الكراهية فاحنا نسلي من اجل انه يعرفون الرب يسوع المسيح ويتبعون الرب يسوع المسيح ويعرفون النور اخ نزار من الطرفين بصراحة في الظالمين وفي متطرفين وفي مطلومين وفي ابرياء من الطرفين فاحنا نسلي للجميع يعرفون سوع المسيح ما في غير علاج امين وهو سلامه يعمع العالم يعني قال بثم يطهر سلام ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا ما يكفي لا مؤتمرات ولا غيرها واحد يجير بكثوره والاخر بالارض لكن هو يعطي السلام لانه هو رب السلام رئيس السلام امين فالرب يصلي من اجله ويهدي هاي الاوضاع ويحب سلامه على العالم كله شكرا الاخ نزاله شكرا وربنا يباركك شكرا اخت فريال ربنا يباركك احبائي عندي امتحان صغير ممكن انت تخبر نفسك طبعا الكتاب بقول من اين المحاربات والمخاصمات هي كلها بتبتدي من جوه القلب واخدعه من كل شيء وهو نجيس من القلب تخرج الافكار الشريرة شو الافكار الشريرة؟ اول شي بقول القتل اوف يعني من القلب القتل ببلش والانتقام من القلب امتحان بسيط جدا اذا انت دخلت على مول دكان كبير للمشتريات وشفت رجل لابس رداء متدين ولحية وشب شب مثلا شحوطة لابسها ايش ردت فعلك لما تشوف هذا الشخص؟ اذا شفت فتاة محجبة لابس حجاب ايش ردت فعلك؟ ردت فعلك في داخلك هي اللي بتعكس طبيعتك بنفس الوقت اذا انت دخلت على نفس المول وشفت وحدة شعرها ظاهر مش محجبة لابسة صليب وانت عارف انه هي مسيحية اول ما تشوف الصليب وتشوف هذه الفتاة شو بكون ردت فعلك؟ هاي ردت الفعل هي اللي بتعبر عن طبيعتك يارب تشفي يارب تشفي الابصار والقلوب المظلمة واليوم صليها من كل قلبك اليوم قول انا لن ادين ولن اكره ويا رب انت اللي ساعدني احنا كلنا اخوة في الانسانية والبشرية كون يعني نور وملح وشهادة حية وافعل خير واسلك بالمحبة ابغد الشر التصق بالخير انظر للناس بعين المسيح المسيح احب كل الناس لدرجة انه مات مات من اجل كل الناس فهو بحبنا ومهتم فينا وهو جاء حتى يفدينا وهذا كل بيت القصيد فالرب عاوز يجيب من الشرق ومن الغرب يكونوا يعني يتكؤون في حضن ابراهيم كما يقول الكتاب فانا بدعوك اليوم انك تمتحن نفسك اول ما بتسمع كلمة مسيحي او اول ما بتسمع كلمة مسلم ايه الفكرة اللي بتدور في ذهنك الفكرة اللي بتدور في ذهنك هذا هو كما تفكر كما انت في سفر الامثال ربنا يشفينا ربنا يرحمنا وربنا يرحم بلادنا في اسم الرب يسوع اشتركوا في القناة